هذه أحاديث النبي وهدي فيها الهانة وسعادة الإنسان كالشمس تعطينا الحياة بنورها فتبدد الظل الماء في الأكوان وصحيح مسلم فيه أفضل ما رأى أهل الحديث بصحة وبيان علم بادى في نهجه الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين أما بعد فإن خير الكلام كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فحياكم الله إخواني الكرام وأخوات الكريمات في حلقة جديدة من برنامج صحيح الإمام مسلم عليه رحمة الله تبارك وتعالى كالعادة في هذا البرنامج نتناول الحديث التي رواها الإمام مسلم في كتابه الجامع الصحيح حيث نبدأ بتوضيح أهم المعاني والمفردات التي جاءت في هذه الأحاديث ثم نشرع بشرح هذه الأحاديث وذكر أهم الأحكام التي تحتوي عليها هذه الأحاديث ثم نبين بعد ذلك نختم بتوضيح أهم المعاني والمفردات وذكر أهم مقاصد سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم والتي اجتملت عليها هذه الأحاديث أخوائي الكرام أخوات الكلمات ثواني معدودة نستمع لهذا الحديث ثم نعود عليكم مرة أخرى فانتظرونا عن أنس ابدي مالك رضي الله عنه قال كانت عند أم سليم رضي الله عنها تتيمة وهي أم أنس فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم اليتيمة فقال أنت هي لقد كبرتي لا كبر سنك فرجعت اليتيمة إلى أم سليم تبكي فقالت أم سليم ما لك يا بنية قالت الجارية دعا علي نبي الله صلى الله عليه وسلم أن لا يكبر سني فالآن لا يكبر سني أبدا أو قالت قرني فخرجت أم سليم مستعجلة تلوث خمارها حتى لقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لك يا أم سليم فقالت يا نبي الله أدعوت على يتيمتي قال وما ذاك يا أم سليم قالت زعمت أنك دعوت أن لا يكبر سنها ولا يكبر قرنها قالت فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال يا أم سليم أما تعلمين شرطي على ربي إن اشتردت على ربي فقل إنما أنا بشر أرضى كما يرضى البشر وأغضب كما يغضب البشر فأيما أحد دعوت عليه من أمتي بدعوة ليس لها بأهل أن يجعلها له طهورا وزكاة وقربة تقربه بها منك يوم القيامة وقال أبو معن يتيمة بالتصغير في المواضع الثلاثة أهلا وسهلا بكم أخوان الكرام و أخوات الكريمات عدنا لكم مرة أخرى بعد هذا الفاصل وبعدنا استمعنا لهذا الحديث ولا يزال الحديث مصولا في شرح حديث كتاب البر وصله من كتاب صحيح الإمام مسلم هذا الحديث حديث الصحابي الجليل أنس بن مالك رضي الله عنه بوابه المصنف بقوله باب في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم على المؤمنين زكاة ورحمة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كانت عند أم سليم يتيمة وهي أم أنس فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم اليتيمة فقال أنت هي لقد كبرت لا كبر سنك فرجعت اليتيمة إلى أم سليم تبكي فقالت أم سليم ما لك يا ابني قالت الجارية دعا علي نبي الله صلى الله عليه وسلم ألا يكبر سني فالآن لا يكبر سني أبدا أو قالت قرني فخرجت أم سليم مستعجلة تلوث خمارها حتى لقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم يا أم سليم فقالت يا نبي الله أدعوت على يتيمتي قال وماذاك يا أم سليم قالت زعمت أنك دعوت أن لا يكبر سنها ولا يكبر قرنها قال فضحك الرسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال يا أم سليم أما تعلمين أن شرطي على ربي أن اشترت على ربي فقلت إنما أنا بشر أرضى كما يرضى البشر وأغضب كما يغضب البشر صلوات الله وسلم عليه فأيما أحد دعوت عليه من أمتي ليس لها بأهل أن يجعلها له طهورا وزكاة وقربة يقربه بها منه يوم القيامة إني اشترت على ربي عز وجل يعني سألته النبي صلى الله عليه وسلم يقول سألت ربي عز وجل فأعطاني صلاة وزكاة الصلاة يعني رحمة وإكرام وتعطف وزكاة يعني المقصود طهارة ومغفرة للذنوب أخوات الكرام أخوات الكلمات النبي صلى الله عليه وسلم كان رحيم بهذه الأمة كان رحيم بأصحابه من الرجال من النساء صلوات الله وسلامه عليه يلاطف الصحابة الصحابة رضي الله عنهم وخاصة الصغار ويداعب الصحابة الصغار بكلام جميل بكلام طريف بكل حب بكل مودة وكان يدعو لهم بالخير وفي هذا الحديث يخبر الصحابة الجليل أنس بن مالك رضي الله عنه أنه كانت عند أمه أم سليم يتيمة ترعاها وتقوم على شأنها ويتيمة هي التي مات أبوها قبل سن التكليف يعني يكون عمرها أقل من 13 أو 12 سنة يعني بعد لم تبلغ فتكون يتيمة عادة سبع سنوات ثمان سنوات ثمان سنوات تسعة عشرة 11 سنة وهكذا فرأى النبي صلى الله عليه وسلم هذه اليتيمة عند أم سليم فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أنت هي أي هل أنت الصغيرة التي رأيتها أولا يبين لها النبي صلى الله عليه وسلم يعني تذكرها أنه صلى الله عليه وسلم تذكرها يعني يبين لهذه اليتيمة أنه صلوات الله عليه وسلم عليه يتذكرها فقال لها قد كبرتي وكأنه صلوات الله عليه وسلم عليه كان قد رآها صغيرة ثم غابت عنه مدة فرآها قد كبرت عندي قبل فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يمازحها يمازح هذه الصغيرة بقوله لا كبير سنك أي دعا عليه الصلاة والسلام بأن لا يكبر سنها أو عمرها وهذه الكلمة خرجت على عادة العرم من الكلام يعني الذي يخرج على اللسان ولا يراد به حقيقة هنا اليتيمة رجعت إلى أم سليم تبكي حزنا لما سمعته من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لأنها حسبت أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا عليها فسألتها أم سليم رضي الله عنها عن سبب بكائها وندتها بقولها يا بني يعني شفقة لحالها ورحمة لبكائها فهنا أجابت هذه الجارية الفتاة الصغيرة لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا عليها أن لا يكبر سنها فقالت فالآن لا يكبر سني أبدا خابت هذه البنية الصغيرة أنها ما تكبر بعد ذلك أو قالت قرني والسن والقرن يعني بمعنى واحد هنا خرجت أم سليم رضي الله عنها مستعجلة في الذهاب إذا الرسول صلى الله عليه وسلم لتستفسر يعني عن ماذا قال لهذه اليتيمة يقول يعني الصحابة الجليل رابي الحديث قال وهي تلوث خمارها يعني تلفه وتديره على رأسها وعلى عنقها كعادة النساء العثفات الطاهرات حتى لا يظهر من جسدهن شيئا تقول حتى حتى لقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما رأاها النبي صلى الله عليه وسلم وسألها عن سبب استعجالها قالت يا نبي الله أدعوت على يتيمتي فقال له وما ذاك يا أم سليم يعني ما سبب هذا السؤال فأخبرته بأمر الجارية ومكاء الجارية هنا ضحك النبي صلى الله عليه وسلم من خوف أم سليم ثم قال يا أم سليم أما تعلمين أن شرطي على ربي يعني ما طالبته من ربي وما دعوت به فأجابني قلت اللهم أني يا أم سليم أما تعلمين أن شرطي على ربي يعني هو النبي صلى الله عليه وسلم اشترط على ربه إذا دعا على أحد أو سببه أو لعنه يكون له أجرا ويكون له رحمة وصلاة وزكاة وقربة كما جاء في هذا الحديث وعدة يعني أحاديث وقال إنما أنا بشر أرضى وأغضب و إلى آخر يعني هذا الحديث ومن فوأد هذا الحديث أخواني الكرام أخواني الكريمات رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بمن دعا عليه من المسلمين في هذا الحديث توضيح أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر يغضب كما يغضب الناس ويرضى كما يرضى الناس أيضا في هذا الحديث بيان الرحمة والشفقة على الأيتام أسأل الله سبحانه وتعالى أن جعلنا وياكم من الذين يستمعون القول فيتبعونا إحسنا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين ترجمة نانسي قنقر